قال هذه الأيام يوجد دعاية لفيلم اسمه ستموت في العشرين وهذا الفيلم من ظهيره يؤصل بأن التصوف هو دين يعلم فيه الشيخ الغيب ويهبى الزرية طيب الفيلم ده أنا شفت مقطع منه يعني منه صغير كده شكله إعلان للفيلم واسمه ستموت في العشرين والبيموت في العشرين ده ده بطل الفيلم البطل بتاع الفيلم ذاته والفيلم ده سنمسل في منطقة بحراز المنطقة بتاعته بحراز محل القومة الكثيرة دي ما سنوفيو فيلم سوداني والفيلم نال جائزة عالمية والإقليمية ما أدري مهم نال جائزة موضوع الفيلم باختصار إنه الولد ده يعني لما نولده أمه أظن كانت من قبل ما ابتلد فلما أولد جامت الأم جابته للشيخ الصوفي وجايبينهم جمع القبب وطالعين الزفة بتاعتهم وجايبين الحيران جمعوا برقصوا بالأغاني بتاعتهم بتاعت الصوفية دي والمدايح كويس فبعد داك لما أدته للشيخ في يده نظام يجعل فيه البركة قالت له أنا ولدي دا أنجبت ببركة الشيخ خد بالك للنقطة دي ودي نقطة خطر نمرها واحد الولد دا أنجب ببركة من؟ ببركة الشيخ وده يا أخواننا من هنا كلام باطل في الإسلام ما في ولد بيهب الشيخ لأنه ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يقلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ربنا البيهب ما الشيخ دي نمرها واحد فالمرأة قالت له يا أخي الولد دان احنا يعني رزقناه ببركة الشيخ بعدين الشيخ بعد ما مسكوا في يده بيقى بيعمل في حركات كده كأنه ببارك فيه وقال له ولدك دا حيموت في العشرين يعني لما يتم العشرين سنة ولدك دا حيموت شفتاً كيف بعد ذات بيقى المجتمع كله بيدي عمل مع الولد دا باعتبار إنه عنده فترة زمنية محددة وحيفوت أي إذا بيدي عمل معه بالفهم دا يعني صحبانه في الشارع بيدي عملوا معاه باعتبار إنه يا أخي اتبع أسو عندك فترة بسيطة وبتفرتق أمه في البيت ما تعبانه فيه ولا بيلبس كويس لأنه حيموت في عشرين سنة شفتاً كيف أول حاجة يا أخوانا قبل ما أنا أعلق عن عن الغرض من الفيلم جملة كويس الأحداث زي بدون على إنه العقيدة دي قاعدة في المجتمع لأنه الأفلام بتحكي واقع بتاع مجتمع دي دا نظام موجود في المجتمع في ناس عندهم عقائد زي دي ودي عقائد باطلة يا أخواننا لكن الإشكالية في الفيلم صور إنه دا الدين الحق بتاع المسلمين والفيلم جملة بيضرب الدين صور الناس إنه دا الدين الولد دا حياته معكرة وحياة أليمة جداً وأي زل بيتعاطف معاه كويس نفسياً بتتعاطف معاه يا السلام بالله يشوف الولد دا يا أخي دا عشر إنسانة حيموت شاب ضريف وجميل وشكله ما عارف كيف لكن حيموت للأسف يا خسارة يا خسارة دا حيموت المجتمع كله حيتعاطف معاه وبيرجعه في النهاية السبب لشنو؟ للدين عرفتك كيف؟ برجعه السبب للدين فالشيخ دا عامل فيها بالدعي علم الغيب وده كلام باطل أخوانا الشيخ دا ما بيعرف إنه هزاته بموت بتين خليه الولد يموت بتين لأنه ربنا قال وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ما في ذول بيعرف إنه بيموت بتين طيب لما خدعوا بالبرنامج دا وبيقول الناس كلهم بيدعملوا معه على أساس إنه حيموت قام ظهر له واحد وداك شكله ما بيشبه الصوفية في لبسهم لابس نظام بانطلون وقميس نظام الوضع الماني كده دمع الوهمات الجديدة الطالعة دي نظام الوضع الماني جقل له لا إنت تفكر دا كلام ما نافع وكيف يعني أنت دي خرافات وده الدراويش كلهم قال له والولد بيقول له أمي ما بتكذب والشيخ بيعرف القرآن وبيفهم القرآن وفسره صح نظام إنه هو مقتنع بالحاية دي شان الشيخ ما بيكذب والشيخ بفسر صح وبهناك داك بيقول له فكر بعقله جاب له ورقة كده ما عارف شخ بطفية وورقة فاضية وورقة بيحبير واشنو داري غنعوه إنه يفكر بعقله ويطلع من الوهم دا لحد في النهاية الخلاصة إنه الزولة العلماني دا يطلعه مش من التصويف طلعه من الدين كله عشان يغنعوا بإنه واشنو إنه هو عايش في خرافة أول حاجة إحنا قدرنا نقول لهم لزولة الزبط الفيلم دا ولجماعة الصدقات وللناس الفرحانين بيهم أولا التصويف ما بيمثل الدين والعملاء دا دا ما سلوك مباح في الدين الإسلامي عشان يجي العلماني داك يطلعه من الدين الإسلامي دا سلوك منبوص في الإسلام ذاته بل دا بيطلعك من الإسلام قبل ما يطلعك العلماني منه داك السلوك بتاعك اللي انت عملته كونك تصدق إنه الشيخ بعرف إنك بيتموت بيتين أو الشيخ يقول لك أنا بعرف إنك بيتموت بيتين او الشيخ يصدق انه انت صدقت انه بيتموت بتين ده كله اسمه كهانة والدعاء الملغيب وده كفر في الشريعة الاسلامية ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض شنو الغيب الا الله ما بزل بيعلم الغيب عرفته شان دي تضعن في الاسلام جملة بالحكاية بتاعة العقايد بتاعة الصوفية الخربانة دي فيا اخي انتوا لو دارين تروجوا لأي كلام وتطعن في الاسلام نقول لكم والله ولا تحاولوا ولا تجربوا ما بتقدر الدين الاسلامي ده اولا محفوظ من ربنا سبحانه وتعالى وسانيا ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاء القاعدين في الارض دفاعا عن الدين الاسلامي ربنا قال ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيره انت لو داير تطعن في الدين الاسلامي او عندك مشكلة مع الدين تعالى بقى نجيض واجهنا عديل شان نوريك الحاصل انت كعلماني ابقى نجيض تعال واجهنا عديل شنو تمشي تدس بالورب هناك وتسوي لك فيلم قصاصات كده وتجدعه وخلاص نظام نظام الولد انت قدمت حاجة ده ماهو الدين الاسلامي وده زي الناس الليلة اللي بيطعن في الاسلام وبيطعن في الحكم الاسلامي وفي الشريعة الاسلامية بممارسات الكيزان لا 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 ما بتقدر لانه ممارسة الكيزان وتجربتهم ما بيتمثل الدين الاسلامي شانيت تتايد خطة لنا نموذج وتطعن في الدين نحن ذات عندنا مشكلة مع الكيزان افهم النقطة دي لكن ما معناه عندنا مشكلة مع دين الدين الاسلام وماتا يتزرع بانه الكيزان عملوا وعملوا وسرقوا واكلوا البلد وشوهوا السودان اذا تقول لنا نحن ما دارنا الاسلام لانه الاسلام فشل فاشل انت انت الفاشل الاسلام ما فشل انت امشي لتجار والاسلام الناصعة في زمن الخلفاء الاربعة وزمن معاوية ابن ابي سفيان اللي بتكرهوا انتو كان زمن ابن تيمية قال عهد معاوية كله ما في حدي هج معاوية يوم من الايام بقصيدة واحدة ولا طعم فيه فتحت الفتوحات في عهد معاوية انتشر الاسلام في عهد معاوية الخير رجد في عهد معاوية امشي لبعده عمر ابن عبد العزيز وغيره شوف العدالة يا اخي المؤرخون قالوا كان الزئب لا يأكل الغنم في زمن عمر ابن عبد العزيز الزئب بيسرح مع الغنم سوى الغنم تاكل بياء ويأكل بغار من عدل عمر ابن عبد العزيز الراعي من الرعاة يوم من الايام هو المشاف الزئب عدا علي واحدة من الغنم واخده اكله قال اليوم مات عمر ابن عبد العزيز رجعوا المدينة محل مقر المدينة اللي ساكن في عمر ابن عبد العزيز اللي قوصوا احمد يوم اللي مات الزئب هاجم الغنم يا ناس دي سنن كونية ربنا سخر لهؤلاء الامراء لعدلهم واستقامتهم ده الدين الاسلامي وده وده الحكومة الاسلامية نحن ندعوك لها ما ندعوك تبقى كوز ولا غير كوز فهمتا وما نسمح ليزول انه يطعن في ديننا بسبب ممارسة اي شخص ما على وجه الارض ما نسمح عليك تضعن في ديننا ونحن ما عندنا شغلة مع حكومة ولا دارنا ترشح لمنصب ولا حزنك على حكومتك اللي شلتها امشي احكم ما تحكم تقعد في الحكومة تطلع منا برا يرشحوك ما يرشحوك نحن ما قضيتنا ما عندنا معك شغلة ولا عندنا حيغة ضد الحاكم ولا عندنا طعن في الحاكم ولا عندنا مشاكل معاه ولكن نحن دعاة ندافع عن ديننا الاسلامي اذا اتعرض له اي شخص بالطعن في ديننا الاسلامي نحن عندنا حق كمسلمين ندافع عن ديننا ولا ما عندنا كمسلمين ما عندنا الحق ندافع عن ديننا ولا نقعد نصمخشمنا عشان خايفين انه لو دافعنا عن ديننا تجينا ناط إت يا علماني يا كرفيت وتقول لنا انتو كيزان انت ما وهوم ولا شنون نحن وقت بنتكلم في الكيزان إت كرفيت مالبستازاتو انت كرفيته ما البسه وانت ولا أعرف حاجة ذاته وده تاريخ عينه مدى نرجع لك له لكن عموما أفهم انه في الجملة الفيلم اللي عمله ده داري يقوله لك انه التجربة بتاعت الدين وصلت الشخص البريء البطل بتاع الفيلم ده لانه حياته تضيع بسبب الدين هم بيقولوا كده بسبب الدين نحن نقول لهم ما بسبب الدين بسبب التصوف أبقوا رجالوا يقولوا التصوف والكلمة دي ما بيقدر يقولها بنقول لنا نحن دي للغبش القاعدين في المحل الطين ده هنا شفتها والقاعدين في الخيران دي نحن بنقول لكلمة دي وبنتحدى بها المجتمع القاعدة الكتير منهم الصوفية بنتحدى لا 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 نس بنقول لكلمة دي بزعي لناس بنقولها ما عندنا لمعكشة هلا احنا ما مرشعي متعين حكومة زي ما جانا داد ده قال عامل عامل قال دعوة لمناظرة لمزم الفقيري جانا كده جابينه لعرابة نصه وقال هو من المزحرين شاب عينها في الجامعات زمان برفع لنا يده ما بناديه فرصة زاده لأنه ما بعرف يركب جملتين ورا بعض جملتين مفيدتين ورا بعض ما بعرف يركبهم قل ده رناظر مزمل بالله ان شاء الله عليك يا أخي دار تطلع فوق طوالي كده الظلم يالليك بلعب في الدور الممتاز لا لا يا أخي براحة يا أخي رفق بنفسك ده جابه في برناسج وجابه الرد عليه صغير كده يا أخونا أخوة البدل رد عليه والمزيعة قاعدة قلت له رأيك شنو عندك رد؟ لا لا قال لا ما عندي بالله بعد ده جي رفع العصير قلت ده العصير حلو بيقى في العصير يا راس همشتوف شغالتك يا أولد قال دار مناظرة قال لا 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 مافي ترجمة نانسي قنقر